السلام عليكم كديرين لبس عليكم كل شي مزيان كنت منع من الله تكونوا كاملين بيخلوا على خير وفي صحة جيدة اليوم ان شاء الله خوتي اخوتي هاتي غادي نتقاس معكم هات الطبق هذا طبق مغربي تقليدي شعبي قديم بزف معروف جميع المناطق دي المغرب اللي هو البصارة غادي نشاركها معكم اليوم ان شاء الله بالجلبانة وبالعدس صراحة كجي اكتر من رائعة وصحية دي لهاد الوقت هذا الجوبار الدبا مرة مرة هكا نديروها المهم ما نطولش عليكم معنا بركة الله في كوكوت اه كنحتاجوا رابعة دي الميتين وخمسين غرام دي الجلبانة اللي كننقيوها اه مربنا تكون فيها شي قشرة او شي حجرة ولا شي حاجة ولا شي حاجة المهم كننقيوها وكنغسلوها مزيان وكنحتاجوا معها وحد نس كاس دي العنبا ديال العدس الحمر العدس ديال توركيا حتى هو كننقيوه وكنغسلوه مزيان مزيان كنغسلو وكنرطبوه في الماء تقريبا محد نس ساعة وحد ثلاثين دقيقة من اللي كنرطبوها راح كيعطينا راح كيتزاد كيعطينا كاس ديال العنبا يعني غادي نرطبو غير نص كاس ديال العنبا من بعد من اللي غادي رتبوه في المرة غادي عطينا غادي تنفخ ويقولي كاس ديال العلمة. مهم تمنى الشرح يكون واضح. المهم تبارك الله هاد القياس هاد اللي عطيتكم وخيب عليكم قرار قليل راه كيعطي هاد البصرة دي راه كتخارج تبارك الله ما شاء الله راه هاد القياس هاد اللي عطيتكم راه يوكل حتى الخمسة ديال الناس. انتو ما لكنتو يعني عائلة تبارك الله ما شاء الله كبيرة ودكشرة كدوا بلون مقادر. المهم اه كندير هاد القطنيات هادو كنديرهم في الكوكوت او كنخوي عليهم تقريبا واحد لأيترو ديال الماء او ايترو نس هاكا او كنديرهم على النار اللي تكون متوسطة سافي او ماللي كتبدا كتغلاء كتتكول لي واحد الرغوة كما كتشوفو ودروري خسنا نحيدو هاد الرغوة هادي لان ما كتجيش زوينة اه دروري خسنا تحيد وبالنسبة لهذا البصرة هادي ممكن تديرو حتى الفول او العدس الكحل بنفس طريقة يعني طريقة وحدة غير كتبدلو غير مثلا كتديرو الفول في بلاست الجلبانة والعدس وممكن تديرو غير العدس الكحل مو يمنتو ما ديرو اللي بغيتو ولكن هادي بالعدس صراحة هاد العدس الحمر هاد ديال تركيا والجلبانة كتجيزوينة تهيبنينا بسه واحتدي الفولتة هي كتجيزوينة المهم كنقى هاك كمعاها حتى كنحيد هذيك الرغوة كاملة وزائد انها صحية هاد الوقت هادا من الاحسن الوحد مرة مرة هاك كيديرها على الاقل وخغير مرة في 15 يوم ولا مرة في شهر نديرو ها رزوين الجيسم ديالنا المهم بالنسبة ماللي كنحيد هذيك الرغوة كاملة كيباليسة في صفاء المم قدش كطلع ليا ديك الرغوة كنديرو العطرية كنحتاجه الملح حسب الضوء كنحتاجه واحد راس معلقة صغيرة ديال البزار البيض وكنحتاج واحد نصب معلقة صغيرة ديال سكين جبير وكنحتاج واحد نصب معلقة صغيرة ديال كامون ما بغيتش نقوي منه حيث غنديرو تاني في اللخر او كنحتاجه واحد نصب معلقة صغيرة ديال السودانية ايه لما توفرتش ممكن تديرو غير الفلفلة حلوة صافي او كنحتاج واحد جوج معلقة بار ديالزيد الزيتون ضروري زيد الزيتون اللي بيصارا صراحا كدجي خطيرة بزيد الزيتون صافي او بالنسبة لتوماء دارت تقريبا واحد مهم خمسة ديال ديال الفصوص ديال توماء يكونو صغار شوية ما يكونوش إلا كانت توماء كبيرة الفصوص كانو كبار ديرو غير ثلاثة فهد العبار اللي اعطيتكم ما تكتروش بزيف توماء البيصارا كتبقي توماء ولكن غير هد القياس هده ما تكتروش فيه اللي اعطيتكم أنا إلا درتوا الدبر غتديرو حتى العشرة ديال الريوس ولا ثمانية صافي او كنصد عليها او كننديرها الطيب على نارمهي المهم اللي كنصدها كنجهد شوية كتبدا تصفر ملي كتبدا تصفر اللي هي الصفارة صافي كان نقص العافية كنخليها عنا نارمهي لا صافي القيسة تخذت لي أنا تقريبا واحد عشرين دقيقة صافي من اللي حليت على القيسة هي هاديك صراحة احنا كنبغوه شوية خفيفة ما كنبغوه شتقيلة بسف صافي وميكسيسها بالميكسور صافي اخوتي اخوتي او كان قدموا بهتشكل هادا مع شوية دي الكامون وزويتها بالديا وشوية دي السودانية العشاق الحار او كان قول لكم بس حور راح